بسم الله والابن والروح القسلان واحد أمين تكلمنا في سلسلة لقاءات عن العشور وتكلمنا عن العشور أي العطاء للرب مما أعطانا من نقودنا وكان الكلام على النقود مباشرة اليوم نكمل هذه السلسلة ولكن في اتجاه آخر وقتنا الزمن الذي نعيش فيه هل للرب حق علينا في وقتنا في الأيام التي نعيشها في الزمن الذي نعيشه أم لا نسمع كثيرا آية مفتدينا الوقت كيف نفتدي الوقت من الضياع كيف يكون وقتنا مثمر لنا وللآخرين وكيف يكون وقتنا فيه جزء كبير لتمجيد الرب تخيل أن هناك بنك يضع لك حساب كل صباح 86400 دولار يوميا ولكن لا يستمر من يوم إلى يوم وكل ليلة يلغى باقي المال الذي لا تستخدمه خلال هذا اليوم ماذا ستفعل هل ستسحب كل سنت مما تبقى لا كل واحد فينا لديه هذا البنك هذا البنك يسمى بنك الوقت هذا البنك بنك الوقت يضع لك كل صباح 86400 ثانية وكل ليلة تكون خسرت كل ما لم تستسمره بحكمة ولا يسمح لك بتحويل الرصيد من يوم إلى يوم فكل يوم يفتح لك حساب جديد إذا لم تستطيع استخدام الرصيد اليوم فالخسارة خسارتك ليس هناك عودة للماضي وليس هناك تخطيط للمستقبل استسمره في كل فرصة الساعة تدق يجب أن تستغل اليوم أعظم استغلال هنا والآن لتدرك قيمة سنة واحدة اسأل طالب رسب سنة دراسية حتى تفهم قيمة شهر واحد اسأل أم ولد الطفل غير مكتمل النمو لتدرك قيمة أسبوع واحد اسأل رئيس تحرير قريدة أسبوعية لتدرك قيمة ساعة واحدة اسأل شخص فاته القطار لتدرك قيمة ثانية واحدة اسأل شخص بالكاد تجنب حادثة لتدرك قيمة ملي ثانية واحدة اسأل شخص فاز بالميدالية الفضية في الأولمبياد الوقت لا ينتظر أحد الأمس هو تاريخ والغد هو لغز لكن اليوم هو هدية لذلك يسمى الحاضر هنا والآن الوقت لا ينتظر أحد من المقدمة اللي فاتت نكتشف من فلسفة وحقيقة الحياة بأنك لا تستطيع أن تسترجع ثانية واحدة مما فاتت يعني لا تستطيع أن تعيد جزء من الثانية حتى من عمرك الذي فات في بداية العظة كانت في زمن الحاضر الآن أسبحه ما انتهيت منه هو في زمن الماضي وما أكمله سيكون في زمن المستقبل في حياتنا اليومية نكتشف ممكن الجميع يجاملنا في الوقت إلا الوقت نفسه ممكن لو عندك معاد تتأخر عنه وخاصة في مجتمعاتنا العربية لا تلتزم كثيرا بالمعاد أو بالوقت ولكن الوقت لا يجامل أحد ولا شرق ولا غرب الكلمات التي تنطقها ويسمعها الجميع لا تستطيع أن تسترجع أفكارك التي علمتها لا تستطيع أن تعيدها مرة أخرى وتلغيها من الحياة إذن الوقت هو الحاكم على أفعالنا وتصرفاتنا وأقوالنا اليومية المزمور التاسع والثلاثون يقول لنا عرِّفني يا رب نهايتي وما مقدار أيامي كم هي فأعلم كيف أنا زائل مهما طال عمر الإنسان وهناك اللغز الحقيقي متى تكون نهايتي يسأل كاتب المزمور الرب يا رب يريد تعرفني إمتى نهايتي حتى أستطيع أعرف إنني زائل ولكن حقيقة جميعا لم نسأل هذا السؤال نعيش على الأرض كأن لا نهاية على الأرض يقول أيضا كاتب المزمور هوزا جعلت أيامي أشبارا وعمري كل شيء قدامك الشبر هو تقريبا كفة اليد عشرين سنطي العمر كأنه شبر في المقاييس وكل حياتي قدامك صغيرة جدا وبالتالي يقول لنا يقول لنا إنما كخيال يتمشى الإنسان الخيال يعني الظل لا حقيقة له إذا أردت أن تمسكه تكتشف أنك تمسك سراب عمر الإنسان كالخيال بالرغم إننا نتخيل أن حياتنا هي الحقيقة وليست الخيال ولم نتعلم من دروس الحياة يكمل لنا إنما باطلا يضجونا يعني كل اللي بنعمله في زحمة الحياة والصراعات هي في النهاية باطل رجائي فيك يا رب أن تعيد لي قيمة الزمن والعمر الذي أعيش فيه كاتب المزمور يفهمنا أن الحياة قصيرة مهما عشناها ولكن علينا أن نتذكر أن هناك نقطة وحدة العم يقاس بالأفعال التي نفعلها أي ما نعيشه دعوة من هذا المزمور لنا هذا الصباح أن نسأل أنفسنا لو أمامي سنة أو شهر فقط في الحياة اللي ممكن أعمله هل ترجع وتقول للناس أنا بحبكم هل ترجع وتعالج ما اقترفته من أخطاء فعلتها من قبل ضد الآخرين هل ترجع ليسوع اللي ربما حنت نسي لعمر طويل الحياة قصيرة مهما طالت في سف الجامعة الذي تلي على ما سامعكم في وقت الرسالة الإصحاح الثالث مهم جدا طويل وبيتكلم عن جدالية الزمن يعني مفارقة الزمن لكل شيء زمان يقول لنا سفر الجامعة الإصحاح الثالث لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت للولادة وقت وللموت وقت للغرس وقت ولقلع المغروس وقت للقتل وقت وللشفاء وقت للهدم وقت وللبناء وقت للبكاء وقت وللضحك وقت للنوح وقت وللرقص وقت لتفريق الحجارة وقت ولجمع الحجارة وقت هناك فريق من الحياة فلسفته فلنأكل ونشرب لأننا غدا سوف نموت يعني نفرح بالوقت اللي احنا عايشين نعيش زي ما احنا عايزين واحنا اغدين امي الدنيا افرح لكن يستعمل هذا المفهوم سلبا الرب يريد ان تكون فرحان وسعيد ولكن لا يريد ان تكون في هزل هناك فرق بين السعادة والهزل اي ان تضيع حياتك سفر الجامعة بيقول لنا في ناس عارفا ان لكل حجوات تحت السماء وبالتالي يتزرعوا بان يعيش اللحظة الحاضرة ولكن عيش اللحظة الحاضرة مش بمخطط ارادة الرب بمخططي انا يعني اعمل لانا عايزه في اي حاجة ويريد بيعملوا حاجة صح بيعملوا خطأ يركز سليمان الحكيم بان كل شيء له وقت اي كل شيء له خطة عند الرب الرب له خطة لشعبه يرتب لنا ادوات في الحياة ولكن يقول لنا ان هناك تحديات في الحياة وهذه التحديات هي مشكلات كبيرة علينا ان نواقه ولا تتعارض مع خطة الرب الوقت يعني الوقت الوقت هو امر هام فيه كل الاختيارات لاما ايجاب لاما سلب لاما صح لاما خطأ الوقت الذي تمر فيه هو دائما يضعك في اختيار وعليك ان تميز ما هو الاختيار الصحيح من الساعة اللي بتعيش بيسموه في علم اللهوت التمييز الروحي التمييز الروحي ان كلنا نكون في مكان واحد وبنشوف نفس الحاجات ولكن الشخص اللي عنده تمييز الروحي يادر يستطيع ان يستشف ما هو صالح في هذا الوقت ان افعله وما هو غير صالح ان ابتعد عنه في هذا الوقت التمييز الروحي يكون مع الاشخاص اللي عندهم علاقة شخصية مع الرب اشخاص بيعيشوا الصلاة الحياة تقرفنا تبعدنا ولكن الشاطر اللي بينتبه زي سليمان وبيقول كل حاجة لهوات ولكن فين ربنا في هذا الوقت مزمور تسعين ايضا يولنا احصاء ايامنا هكذا علمنا فنؤتي قلب حكمة يا رب خلينا يكون ايامنا فيها الحكمة مش كل واحد عاش على الأرض يطلق عليه بأنه حكيم قليل من البشر اللذين تميزوا بالحكمة ونوادر في أسرنا ان نكتشف ان هناك اشخاص حكمة الحكيم هو الذي يعرف متى يتكلم ومتى يصمت ولكن غير ذلك الذي يتكلم في كل فاضي ومليان هو غير حكيم رسالة افسس للقديس بوليس يقول لنا ايه فانظروا كيف تسلكون بالتطقيق لا كقهلاء بل كحكما مفتادين الوقت لأن الأيام شغيرة من أجل ذلك لا تكون أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب خلي عندك دقة في حياتك التي تسلكها التي تعيشها لا تعيش كالجاهل بل كالحكيم نفتدي الوقت يعني نفتدي الوقت يعني الساعة التي أعيشها في حياتي أجعل منها قيمة عارفين القيمة تظهر فين في الإنتاج الشخص الغير مثمر الذي لا يوجد إنتاج الزمن عنده رخيص نفهم هذا في مصطلحات يومية فيه شخص مهم الثانية عنده لها تمان لحظة إمضة بيمضيها على شيء ممكن تغير البورصة شخص آخر عنده السنة كلها ما تكشف فيها حاجة والوجود معه مضيعة للوقت فيه أشخاص تنتظر أن تأخذ منهم معاة حتى تستطيع أن تتكلم معهم وفيه أشخاص لا قيمة لهم هم يضيعون وقتك صبح ونهار وليل تختلف قيمة وقتنا من شخص الآخر هناك أشخاص نتمنى أن نقابلهم وهناك أشخاص نتمنى أن نبعد عنهم ولا نقابلهم ليه لأن فيه أشخاص عندهم قيمة للزمن والوقت وفيه أشخاص قادرين أن يضيعوا حياتهم وحياتك يتسرسروا يعني تعدوش كثير قيمة الوقت مفتدين الوقت يعني أن لا تتبادل الأدوار في وقت غير مكانه يعني تخيل لو في وقت الصمت الناس تتكلم الناس ستبص لك وطوله عليك ما بتفهمش غير حكيم أو في وقت اللعب تروح تذاكر أو في وقت الأكل تروح تنام يعني شخص حياته فيها فوضى ملخ بطن الشخص الحكيم الذي يعيش كل وقت كما يجب أن يعاش أن يميز برنامج اليوم ماذا عليه أن يفعله ولا يبادل الأدوار أن يعيش كل شيء في غير وقته يعني لو تخيلوا في فرح وناس بتبكي أو في عفوا جنازة وناس بتزغر بتفرح بتغني بتهلل دول أشخاص بيلخبطوا كل حاجة في الحال وما أكثرهم اليوم ولما يكون عندنا وقت نفتدي أن تميز الوقت وما قيمته وما الهدف منه وما الانتاج الذي تفعله حديكم آخر مثال بسيط على الفكرة في الكنيسة يعني لما تيجي الكنيسة وهو ربما ساعتين بتعيشهم في الأسبوع وتتميز بإنك تنام ما انت عندك النوم تقول اليوم في البيت جاي تنام هنا يعني الساعتين اللي بتديهم لربنا مش لا تصحاهم ونم يبقى انت ضيعت قيمة الوقت اللي انت فيه مفروض بتعمل في المكان ده تصلي بتابر ربنا تستفيد بالساعتين لربنا بالساعتين اللي انت فيهم واللي وراك سيفضل زي ما هو مش هيضيع دول الأشخاص اللي بيضيعوا الوقت يعني موجود في الكنيسة بدل ما يكتسب نعمة ان يكلم الرب كلم الجميع إلا الرب نفسه وما اكثر من هؤلاء اللي بيكونوا في الكنيسة ويفضلوا رايحين جايين وخاصة لو عطت لواحد النظام في الكنيسة ويحط الباطج بتاعه كده ورايح جاي عسكري يا عم انت جاي تصلي مش جاي تكون عسكري وما اكثر اللي ينام وليينزلوا ويطلعوا في وقت الصلاة لأي حقة كانت وفي بعض الكنيس تتمتع بشبابها والرجال بتوحهم انه يخرجوا من الكنيسة وكأنهم في نادي اجتماعي اللي هم الحراس بتاع الكنيسة وقفين برا منتظرين كل اللي يدخل يسلموا عليه وفي حاجات اكتر من كده في ناس كتير بتوعد برا الكنيسة تنتظر ابونا خلصوا لا لسه جاي مع عادل منه لا لسه انت مش جاي بس عشان كده وحاجات اخرى كنايسنا تمتعت باشخاص اللي يعاديين برا وقفين على باب الكنيسة من برا وعند الاسوار اكتر من اللي موجودين جوه لم يتمتعوا بقيمة الوقت مع الرا تمتعوا بقيمة الوقت مع الشيطان الشاطر ولكن اكتسب منه اللحظة غيرت تاريخ الحياة انه يكتسب لقاءه مع يسوع ويطلب منه الرحمة ونال الفردوس اي الملكوت واليسوع يقول له اليوم تكون معي في الفردوس كانوا ناس كثير تحت الصليف في الوقت هذا كلهم فرحنين في الوقت انه يشوفوا واحد يتضرب ويتصلم ويشقعوا وكمان عايزين يكملوا عليه وهناك شخص واحد كانوا معتقدين انه مقرم ولكن اتضح انه هو الشخص الحقيقي الذي اكتسب الوقت والاخرين ضيعوا رحمة ربنا وبركة ربنا من عصلي وهو كسب نعمة الشفاء الروحي اي التوبة وقتنا في الكنيسة هو الصلاة التي تعقبها تكون بعدها نتيجة التوبة انك تأخذ يسوع اذا بتيجي تعيش تقوس او كأنك مسؤول وتخرج من الكنيسة من غير ما تصلي والصلاة تدعوك للتوبة والاعتراف وتأخذ يسوع عن قداره فأنت فقط وقت سمين كان متاح لك مجانا ولكن ضيعت تمنه ما كسبتش منه حاجة يقول من أجل ذلك لا تكون أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب عايز تقول الوقت هذا حلو لوحش يقول يا رب ما مشيتك في اللحظة الحاضرة إلا أنا فيها ما المفروض علي أعمله مفتدين الوقت سؤال يا رب أنا عندي 24 ساعة في اليوم كم ساعة عشته معك كم ساعة كان إنتاجي فيه للخير وليس للشر كم ساعة كرستهم أصلي وكون أعد معك حتى لو أنا في البيت أو في الشو لكن نتمتع بالمثل المصري عيش ساعة لألبك وساعة ربك ويبدأوا بساعة لألبك ما بدأوا ساعة لربك ولكن بالحقيقة الساعة هي السنة كلها وربما الساعة بتاعة الرب اللي هي فترة الطقوس والوداسات اللي ربما تعودنا أن نحضرها ساعة لألبك عطت لنا الصلاحيات أن كل شي هو لألبك ما فيش حاجة لربك ده مثل مغلوط بيضعنا في تجارب هل بكون في الكنيسة حاضر قلب وعقل وقسد ولا أنا في الكنيسة بضيع وقت الزمن الوقت هو أنا وأنا هي الحياة والحياة مش ملكي هي ملك الرب الزمن هو أنا الوقت هو أنا الساعة الزمن اللي بشوف فيها النهاردة الساعة كام ويوم التاريخ هو أنا يعني حياته والحياة هي الحياة الأبدية وليست حياة أخرى الشاطر من يحول حاضرة إلى مستقبل الشاطر اللي يخلي اللحظة اللي يعيشها فيها ثمرة لهوة للآخرين في المستقبل بتاعه الشاطر من يحول حاضره إلى مستقبل وليس إلى ماضي مفتدين الوقت يعني اكتسب اللحظة الحاضرة كانت ناس كتير بتسأل يا رب إيه هي إرادتك أسرع إجابة في علم اللهوت إرادتك هي اللحظة الحاضرة أعيشها لك بكل ما فيها اللي أنت فيه هو أفضل حال أنت فيه اللحظة الحاضرة عارفين لو عيشنا اللحظة الحاضرة أقول له دواتك يا رب كل شي سيتحول إلى هناء إلى سعادة لكن المشكلة بنبحث على حاجات وبنضيع وقتنا وعمرنا بيجري وزي ما قلت من الأول ما فيش ثانية عدة من تاريخي قادر أرجحها تاني الزمن لا ينتظر أحد الساعة الآن تضق لا تضيعها الزمن لا ينتظر أحد فلذلك يدعونا بولس الرسول أن نفتدي الوقت أي نكتسب منه ما يسعدنا ويسعد الآخرين تحت إرادة ومخطط الرب وللهنا المجد الدام الأبد أمين